السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف مرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه يا جمعين. صلوا بينا عندنا. اه الواحدة التامنا. اه 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 وراء او الم. هندخل على طول في الموضوع. مش عايزين نتكلم كتير. نقطتين بس هتتكلم فيهم بسرعة. اه كل الروابط بتاعة الفيديوهات اللي فايتة هتلاقيها في الدسكريبشن تحت في سندوق الوصف. اه هتلاقي علامات بتظهر عندك فوق هنا. اه فيها اه فيديوهات ممكن تكون مش افتاهاش. باقتراحها عليك. في شاشات نهاية في اخر الفيديو. اه حاجات ممكن تكون فاتك مش افتاهاش. برضو حاطتها لك عشان تفتحها بعد ما تخلص الفيديو. ان شاء الله. اه لايك. ان شاء الله لو الفيديو عجبك. شير لكل صحابك. اه هنجهز وراء وقلم عشان نكتب. لو معك الكتاب وكي مش معك الكتاب. هتجاهز وراء وقلم بس عشان النوت. تكتب معي. وهشوفكم على طول بعد اه الشرح. يالا بينا. ورجعنا يا شباب مرة كمان. وطبعا كالعادة في الفوكاب في الكلمات. وهنبدأ بنابرا. نمبر وان بتقول التلوث. نقط سيفرال اهلث بروبلمز. مشكلات صحية عديدة طبعا. كاوزيس نمبر اي يعني يسبب. as causes يعني يسبب. نمبر 2 بتقول. your good education تعليم الجايد اللي عندك and the hard work عملك للجاود. this work will improve. سوف يحسن بواسطة رفضها هو حصله إيه لما هي رفضت هو لم يتوقع هذا مطلقا هو لم يتوقع هذا مطلقا مصدوم من الرفض بتاعها 4. As a not he knows everything about ancient Egypt ك-as يعني ك-a هو بيعرف كل شيء عن ancient Egypt مصر القديمة أكيد طبعا ده historian يعني مؤرخ 5. It's impolite إنه من غير الأدب 5. To not people إنك تعمل إيه مع الناس وهم يتكلموا 6. The manager not to fire me fire هنا معناها طبعا مش معناها fire يعني نار أو حريق ولا معناها يطلق النار ولكن معناها هنا يطرد أو يفصل حد بشغله The manager not to fire me if I kept being late for work لو فضلت كيبت يعني لو فضلت أو استمريت في هذا العمل اللي هو إن أنا أكون late for work متأخر على الشغل طبعا إن حد يقول لحد أمشيك لو اتأخرت على الشغل ده أكيد 3. 10 3. 10 number A يعني 3. 10 number A يعني يهدد 7. You should be ready يجب أن تكون جاهز for any not لأي not things sometimes happens أشياء ممكن أحيانا بتحدث out of the blue إنت لازم تكون جاهز لأي emergency number D emergency يعني حدث طارق number 8 as a not أو an على حسب الكلمة as a not أو an he prepares medicines بيجاهز الأدوية in pharmacy في الصيدلية ده أكيد كيميائي أو صيدلي number C chemist chemist يعني كيميائي أو صيدلي number 9 a not أو an طبعا is a long exciting journey هي رحلة طويلة و exciting مثيرة دي طبعا odyssey اللي هي الملحمة أو الرحلة الطويلة number C odyssey يعني ملحمة أو رحلة طويلة number 10 he was a not أو an على حسب الكلمة he had studied physics هو درس الفيزياء and his job was connected وطبعا شغله متصل بهذا الموضوع هو بيدرس درس الفيزياء وشغله حاليا متصل بهذا الموضوع يبقى الاختيار number B physicist physicist يعني كيميائي физيائي физيائي number B B 11 11 not are always often after power دايما بيجروا دايما ورا السلطة أو القوة they want to have important political positions دايما عايزين يحصلوا على important political positions يعني مواقع سياسية مهمة دول من دول البراتيكانز number D اللي هما السياسيين number D دايما بيجروا ورا السلطة ودايما بيحاولوا انهم يحصلوا على مواقع سياسية مهمة number D Air pollution تلوث الهواء is the most dangerous note of industry هو A الخطيرة في الصناعة اكيد هي downside downside اولاد number B معناها السلبية السلبية الاكثر خطورة في الصناعة 13 13 The bus المدير has given the instructions in the تعليمات in a not voice في صوت A ذات نينز ودا معناها He is ready to punish whoever disobeys the instructions هو جاهز ومستعد طبعا في اي وقت ان هو يعاقب اي حد لا يطيع تعليماته يبا صوته وهو بيط التعليمات دي كان صوت في تهديد مهدد مهدد number C threatening وعنده استعداد يعاقب اي حد مش هيننفس تعليماته number 14 14 please give me that chance اديني الفرصة to talk اني اتكلم without interruption number A interruption يعني مقاطعة من فضلك اديني فرصة اتكلم من غير ما اطيعني interruption يعني المقاطعة 15 15 those plants النباتات دي هذه النباتات in the balacone اللي في البلكونة are not not natural ليست طبيعية يبقى اكيد صناعية artificial يعني صناعي number D 16 not gas tubes are very dangerous خطيرة جدا gas tubes طبعا لها نبيب الغاز المضغوطة هنكمل بس ثانية واحدة نكمل ونقول نبيب الغاز المضغوطة دي خطيرة جدا they are the cause انها السبب of most fires في معظم الحرائق كلمة مضغوطة يعني precized يعني المضغوطة number A 17 يوسف شاهين not a lot of successful films الكثير من الافلام النجاحة he influenced the actors هو اثر على الممثلين actors performance performance طبعا يعني اداء اداء الممثلين اثر على اداء الممثلين greatly يعني بشكل عظيم الراجل ده اخرج الكثير من الافلام اخرج يعني directed number C وطبعا director اللي هي الوظيفة نفسها يعني مخرج ودي مش موجودة انما هو directed اخرج 18 18 we aren't not احنا we are safe احنا امنين from any danger من اي خطر احنا مش مهددين threatened يعني مهدد number B threatened خد بالك خد بالك حبيبي انه اي صفة اخرها اي دي تصف عاقل واي صفة اخرها اي ني جي تصف غير عاقل وبتكلم عنه هو وبعض الاشخاص الاخرين بيقول احنا مش تحت التهديد احنا مش مهددين وبالتالي هستخدم threatened يعني مهدد 19 air not is less on high mountains ضغط الهواء هو اللي بيبقى اقل شوية على الجبال العالية طبعا pressure number C يعني ضغط pressure pressure number C 20 20 the plane الطيارة didn't take off لم تقلع because there was a not problem لاني كان فيه مشكلة فنية with the engine في المحرك في كلمة فنية technical technical number A technical problem يعني مشكلة فنية 21 I was not when the black the black dog لما الكلب الاسويت suddenly appeared in front of me انا كنت ايه لما الكلب الاسويت فجأة ظهر امامي number B horrified مرعوب تاني الصفة الاخيرها A-D تصف عاقل والصفة الاخيرها A-N-G تصف غير عاقله انا كنت بتكلم عن نفسي انا كنت horrified 22 if this headache لو هذا الصدع continuous continuous يعني يستمر not your doctor لو الصدع تستمر استشير الطبيب بتاعك number C consult consult number C يعني استشير كلمة consult يعني يستشير اوكي طيب consult your doctor يعني استشير الدختور بتاعك 23 23 كل الافلام عن الفضاء تعتبر او تكون science fiction number A fiction يعني خيال و science fiction يعني الخيال العلمي 24 24 مصر واحدة من الدول اللي اخدت خطوات عظيمة اتجاه التنمية والتطور طبعا مصر دولة نامية طيب نامية يعني لسه لم تتطور بشكل كافي ما يفعش نقول عليها انها دولة متطورة خد بالك developed اللي اخيرها E D number B يعني متطور يعني خلاص وصلت للتطور يعني احنا لسه بنسعى يبقى احنا دولة نامية developing يعني اللي هي number C developing يعني نامي لسه بيبحث عن التطور 25 A successful not is the one who helps the actors هو الوظيفة دي هو النكحة يعني بيبقى بيساعد الممثلين and actresses actresses يعني الممثلات do their best انهم يبذلوا قصارة وجهدهم ده اكيد المخرج number D director director يعني المخرج اوكي طيب 26 it's the job of not to repair machines وظيفة مين انه هو يصلح repair وماشين يعني الالات ده اكيد الفني technican يعني فني وجمعها technicans الفنيون او الفنيين وطبعا number B هي الاجابة الصحيحة technicans number B اوكي طيب the place was not المكان كان كذا it was dark كان مظلم and the fall of wild animals ومليان بالحيوانات المتوحشة اكيد المكان كان مرعب horrifying number C وانا قلتلك ان الصفة الاخرها ING تصف غير عاقل وطبعا انا بتكلم عن مكان فبالتالي هاختار الصفة الاخرها ING horrifying horrifying يعني مرعب number C 28 28 the minister الوزير met a team of educational not yesterday الوزير قابل فريء من A التعليميين educational يعني تعليمي yesterday طبعا انا اختار number D consultants consultants يعني المستشارين التعليميين او مستشار التعليمي جمعها طبعا consultants مستشارين yesterday number D 29 we should give more importance يجب ان نعطي همية اكتر to not research scientific research يا ولاد يعني البحث العلمي number A scientific research scientific research يعني البحث العلمي اوكي طيب number 30 30 the not helped us ساعدنا to find the position of the attacking planes ان احنا لقينا او وجدنا position موقع بتاع الطائرات اللي بتهاجمنا يبقى اكيد ده جهاز الرادار number C radar number C use these not to operate the machine operate يعني يشغل استخدم هذه A لكي تشغل الآلة اكيد طبعا controls عارفين يا حباب يعني controls مفاتيح التحكم number A controls يعني مفاتيح التحكم 32 facts should be الحقائق facts يعني الحقائق should be يجب ان تكون the not هي لازم تكون A on which اللي عليها all theories are built بتتبني كل النظريات الحقائق هي foundation foundation يعني المؤسس او الاساسوري foundation الاساس طبعا البنات عارفين يعني foundation انتو اولاد ما عليش زي بعض اسمعوني سيبكم من البنات دلوقتي foundation يعني الاساس اوكي تمام انا برضو معرفش زيكم 33 the not of something are its disadvantages يعني العيوب اوكي العكس advantages ال a هي الحاجة اللي اقدر وعليها انها disadvantages عيوب خد بالك pros و cons pros يعني مميزات نمبر c cons يعني عيوب اوكي زي merits و d merits ركز معي قوي وزي upsides و downsides اوكي تعالنا واحدة واحدة بس انا عايز اكتمش معي واحدة واحدة من اول نمبر a merits يعني مميزات واعكسة d merits upsides يعني زي مميزات واعكسة downsides سلبية pros ايجابيات او كلمة disadvantaged عيوب يبقى انا عايز cons يعني عيوب اوكي طيب physics is the science physics اللي هي الفيزية واخد بالك physics كمادة دراسية صحيحة اخيرة s ولكن هي لما تيجي تتعامل معها هتحط لها فعل مفرد يعني لو هقول مثلا physics وبعضيها فعل زي الجملة اللي قدام دي هقول physics is مش عشان لو جات لاختيارات يعني تبقى فاهم جات ازاي physics is the science هي دراسة او علم هو العلم that deals with اللي بيتعامل مع the knot of objects هو بيتعامل مع تركيب الاشياء اوكي structure structure يعني بناء او تركيب علم الفيزية هو العلم اللي بيتعامل مع تركيب وبناء الاشياء number c 35 the government الحكومة try to not the use of technology to improve the quality of life in Egypt الحكومة بتحاول انها استخدام التكنولوجيا علشان تحسن the quality of life جودة حياة الناس in Egypt في مصر طبعا بتحاول الحكومة انها promote promote يعني تروج لحاجة ماينة وكلمة promote هي اللي جابة الصحيحة promote the use of technology بتروج لاستخدام التكنولوج 36 I called a not أو an على حسب because there was a problem لأنه كان في مشكلة with the electricity في الكهرباء of my flat في شائتي أنا اتصلت بمين عشان مشكلة في الكهرباء أكيد اتصلت بالكهربائي electrician number a electrician يعني الكهربائي 37 zero in عدام الجاذبية means بتعني without the not that makes objects بدون عدام الجاذبية معناها أنه ما فيش القوة that makes objects اللي بتخلي الأشياء fall تسقط to the ground على الأرض الحاجة اللي بتخلي الأشياء تسقط على الأرض الجاذبية تعتبر قوة قوة الجاذبية وطبعا الإجابة number d force يعني القوة force number d 38 38 the not of something are its advantage advantage يعني المميزات بتاعتها وطبعا اتفات معكم أن advantage اللي هي plus number c المميزات 39 39 artificial صناعي artificial not is the science of how to make computers هو العلم اللي بيخلينا ازاي بيعلمنا كيف ان احنا make computers نخلي do things تعمل اشياء that usually need people's minds اللي دايما بتحتاج عقول البشر تاني ايه هو العلم اللي بيعرفنا او يعلمنا كيف نستخدم الكمبيوتر to do انها تعمل things that usually need people's minds الحاجات اللي محتاجة عقول الناس العلم اسمه artificial intelligence الزكاء الصناعي او الزكاء الاصطناعي او الصناعي طبعا number b intelligence ذكاء واللي جاي منها الصفة intelligent طبعا يعني ذكي اوكي number 40 i bought a laptop اشتريت laptop to not my old computer عشان استبدله بالكمبيوتر القديم بتاعي طبعا replace يعني استبدل number b replace number 41 i need i need your help محتاج مساعدتك to overcome يعني لكي اتغلب على this not situation محتاج مساعدتك عشان اتغلب على هذا serious serious يعني جاد وطبعا هنا مش معناها جاد ولكن معناها خطير انا محتاج مساعدتك عشان اتغلب على هذا situation الموقف serious الخطير serious number a الاختيار number a 42 he not to persuade us هو ايه انه persuade يعني يقنعنا persuade us يقنعنا with his point of view بوجهة نظره point of view يعني وجهة نظره هو ايه انه يقنعنا بوجهة نظره تعال نشوف فشل ولا نجح عشان كده رفضنا خطته اه لا ده فشل فشل خالص وفشل فشل زريع بعد عنكم يبقى الاختيار number d failed لان احنا رفضنا خطته 43 43 when the injured man started to not لما الراجل المصاب started to بدأ انه ايه we all know كلنا عارفنا he will be okay انه هي بخير لما بدأ يتنفس يتنفس يا حبيبي number c breathe مش d d معنى النفس ولكن breathe يتنفس number c okay 44 professor ايمن not a talk about the importance of scientific research الراجل ده professor ايمن professor يعني استاذ جامعة طبعا اه القى خطبة عن اهمية scientific research البحث العلمي طبعا القى خطبة يعني gave a talk gave number c gave a talk 45 45 technicans الفنيين not practical work بيشتغلوا شغل practical عملي بيشتغلوا بإيديهم طبعا do 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 work دايما حبيبي work تاخد do 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 work number 46 why did you call your son طاها انت ليه call هنا معناها يونادي او يسمي طبعا لها معاني كثير زي يتصل مثلا هنا ليه سميت ابنك طاها قال له i named him انا سميت not my father after my father after هنا معناها على اسم number d after my father يعني على اسم بابا على اسم ابويا 47 clark 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 decided to go to university قرر نروح الجامعة after the war بعد الحرب and he graduated وتخرج in math graduated in يعني تخرج في أو تخصص في مجال math الحساب 48 i hope that my dreams will come not one day اتمنى باحلم ان احلامي will come true تتحقق come true تتحقق see come true one day يعني تتحقق في يوم الايام اخر جملة في الفكاب number 49 i am not to leave i am leaving in less than 5 minutes انا ماشي في اقل او في خلال اقل من 5 دقايق على وشك number b about i am about to leave i am about to leave على وشك الرحيل خلص الفكاب وهندخل دلوقتي على الجميل والممتع خليكم معايا واوعد تفوتكم اي جملة لانه اشرح جملة جملة لي جت كده خليك معايا الجرامر يا شباب القواعد unit 8 مكملة القاعدة بتاعت unit 7 وهي بتكلمني عن المجهول وهي بصراحة حاجة جميلة جدا لان القاعدة انا يمكن اللي ما سمعش unit 7 يسمعها انا بدأت في unit 7 قلت لك يعني passive يعني المجهول وطبعا المبني المجهول بيتكوى من verb to be زائد past participle وانا قلت لك اني دايما بخلي ولادي يغنوها verb to be زائد pp verb to be زائد pp يعني مبني المجهول verb to be فعلي يكون واللي هو عبارة عن اما وزا وار او او اي واحدة منهم زائد التصريف التالي للفعل اوكي اي ان كان بقى منتظم او غير منتظم طيب احنا اخدنا الجزء منها في unit 7 اا مش طبعا مش عايز اقولك او مش هنس اقولك انه اللي فات كلها بتاعتها هتلاقيها في description اوكي يعني لو عايز تسمع اي حلقة هتلاقيهم موجودين ان شاء الله في description تعالوا نكمل على طول number one بتقول i not a cheese sandwich for breakfast this morning ارجوك خليك معي انا قلت الكلام ده unit 7 وبقى قراره تاني انا اللي اكلت stand out chat ولا انا اتكلت انا اكلت يبقى لما تلاقي اول الكلام اللي موجود في اول الكلام اللي هو اي ده لو ينفع هو الفاعل يبقى ده مش مجهول يبقى ده معلوم عادي جدا انا اكلت اوكي انا اكلت stand out chat i ate ليه لانه لو انا اتكلت مش هيبقى المعنى صح هو على فكرة لو مجهول كنت تتبقى verb to be وتصريف التالت كنت ادور ساعتها على verb to be زائد التصريف التالت ولكن هنا الجملة معلوم فيبقى دورك هنا انك تبص دايما على اول كلمة تشوفها تنفع فاعل ولا لأ اوكي number two a cheese sandwich sandwich هو اللي تاكل على الفطار مش اكل اوكي وبالتالي هنا بقى المجهول verb to be زائد التصريف التالت لما تبص على number a هتلاقي eight بس وده ماضي تصريف تاني وده مش صح خالص اوكي وهتلاقي في number c has eaten has eaten ده كمان فيه تصريف تالت صحيح لكن has مش verb to be انا عايز verb to be وتصريف تالت هتلاقي بقى number b و d هما اللي فيهم verb to be والتصريف التالت بس هنختار دلوقتي حالا was eaten verb to be والتصريف التالت في زمن الماضي و have been eaten مبني مجهول برضو verb to be وتصريف التالت ولكن في زمن المضارع التام الجملة اللي عندي هنا this morning النهاردة الصبح يبقى انا مش باتكلم في المضارع التام مفيش اي كلمة تدل على المضارع التام فبالتالي ماضي عادي was eaten يبقى المجهول هنا verb to be وتصريف التالت في الماضي اللي هو number b اوكي طيب three at seven yesterday الساعة سبعة مبارح انا هقولك على حاجة في الجملة دي بس بعد من خلص رايتها at seven yesterday فيه number three انا اسف تمام at seven yesterday evening الساعة سبعة مبارح مساء سما not the shopping خليك معي لما يقولك yesterday بس يبقى هو عايز فعل ماضي عادي اللي هو فعل ماضي او غير منتظم فعل شاز لكن لما يقولك yesterday ومعاها موعد تاني ساعة سبعة او ساعة تمانية او evening او in the morning يبقى هو كده عايز ماضي مستمر اللي هو was aware زائد verbs ing يبقى تاني كده هنا هو عايز ماضي مستمر لانه بقول لي مش امبارح بس لا بيقول امبارح ساعة سبعة بالليل يبقى هو كده محدد امبارح امتا ساعة سبعة فبالتالي هو عايز زمن ماضي مستمر طيب يطير بقى معلوم ولا مجهول هو ده اللي اعرفه من جملة sama not the shopping سما هي اللي كان بتعمل shopping ولا ايه ولا shopping هو اللي كان بيعمل سما ايه سما هي اللي كان بتعمل shopping يبقى اول كلمة دي فاعل ولا مفعول فاعل يبقى مش مجهول يبقى معلوم عادي جدا جملة عادية في الماضي المستمر اللي هي number d was dying تمام انت فهمني was dying number d four بقى at seven yesterday evening امبارح بالليل الساعة سبعة برضو ماضي مستمر اخد بالك shopping not by sama shopping التسوق هو اللي كان بتعمل بوسطة السما ده مجهول بقى لان هنا مش shopping هو اللي هيعمل سما ولكن هيتعمل ما من المجهول هنا ما ينفعش فاعل طبعا shopping ولكن ينفع مفعول بي ابا انا عايز مجهول في الماضي المستمر مجهول في الماضي المستمر انا طبعا اعايز كده كده تصريف التالت مش كده طيب يبقى عايز ايه عايز وتصريف التالت عايز was being was being والتصريف التالت من الفعل لي ينفع انا بس اعايز كتركز في ايه و سي هتلاقيهم was being gun was been done. ايه الفعل اللي ينفع مع الشوبينج? ينفع نقول gun shopping ولا done shopping? لا طبعا. انا صحيح ينفع نقول يذهب للتسوق ولكن هو بيقولك الشوبينج كان بيتعمل. مش كان بيتعبل. كان بيتعبل بواسطة سماء. يبقى was being done. was being done. اللي هي number c. was being done. number five. معظم الكتب of this writer. معظم كتب الكاتب ده. كانت الاكثر مبيعا. طبعا الكتب كانت الاكثر مبيعا. الكتب هي اللي كانت بتتباع. تتباع. طبعا زي ما انت شايف. have been number c. okay. have been number c. number six. the plants in our garden. اللي في حديقتنا. النباتات بتروي? ولا بتتروي? بتتروي. يعني مجهول. يبقى verb to be وتصريف التالت. طبعا لو بسط كويس هتلاقي ان بي ودي بس هما اللي فيهم verb to be اللي هو وبين. والتصريف التالت. تمام? بس يا ترى. have ولا has? لا طبعا دول plants. نباتات جمع. يبقى have number b. have been watered. number seven. the gardeners. gardeners اللي هما الجنينية. not the plant in our garden. في الجاردن بتاعتنا. في حديقتنا. طيب. الجنينية هما اللي بيروه. مش كده. مش بيتروه. مش بيتزيوه. زي الزرع. يبقى بيروه النباتات. يبقى هنا معلومة عادي جدا. ومش مجهول. ومش verb to be وتصريف ثالثة ولا حاجة. يبقى انا عايز استبعد بي ودي وهفكر. يا ترى ايه ولا سي? هما جمع. gardeners. يبقى number a. have. number eight. before leaving. انا قلت مرة واثنين وثلاثة قبل كده. وعايزك تركز قوي مع before وafter وwhile. لما بيجيش بعدهم فاعل. بيجي بعدهم verbs زين جي على طول. مفيش فاعل. يبقى الفاعل زين جي. before leaving his room قبل ما يطرق غرفته. he not away everything. هو عمل ايه? طيب. هو رتب. طيب دي يعني رتب. بس يا ترى هو اللي رتب ولا هو ترتب? لا. هو رتب الاوضة. يبقى معلوم. اوكي? طيب. يبقى نفكر في القاعدة العادية جدا. before بعدها ماضي بسيط. ولو ما فيش فاعل بين جي. وده حصل. ثم الناحية التانية ماضي تام. اللي هو had. والتصريف التالت. مش مجهور خالص. لا معلوم. اللي هو had tied number c. عادي جدا. لان هو رتب الاوضة. انت فاهمني? هو رتب كل حاجة. طيب. number nine. he didn't leave the room. هو لم يترك الغرفة until he not everything. حتى فعل كذا. هو ما ثبش الاوضة الا لما عمل كذا. هسألك سؤال كمان. هو رتب الاوضة. رتب كل شيء. يبقى معلوم. مش مجهول. مش كده ولا ايه. كويس. يبقى مش عايز انا verb to be. والتصريف التالت. يبقى انا هستبعد بي و دي. وهفكر يا ترى ايه ولا سي. القاعدة بقى بتقول ايه? القاعدة بتقول ايه? القاعدة بتقول ان until بيجي قبلها didn't والمصدر. وبعدها had. والتصريف التالت. فيبقى الاختيار بتاعي number c. طيب. number ten. not your teeth checked yesterday. حلو جدا السؤال ده. ده سؤال في المجهول. ماشي? اذا انا قلت مجهول? اه. عرفت ازاي انه مجهول يا مستر? هي teeth يعني الاسنان. check يعني يفحص. هي الاسنان بتفحص حد? اكيد لا. بتطفحص. يبقى مبني مجهول. يبقى انا عايز verb to be وتصريف التالت. يبقى مبدئيا كده يا مستر انا هستبعد date دي خالص. لانا انا عايز verb to be. يا اما was. يا اما are. يا اما where. وبعد ازنا كمستر برضو هستبعد was. ليه? لانه teeth اسنان. يبقى فاضل are and where. وبعد ازنا كمستر هستبعد are علشان yesterday ماضي لان الوحيدة اللي تنفع هنا هي where number d. اكي? eleven. not your teeth yesterday. لو بسيطة على الاختيارات هتلاقي فيها كلمة dentist يعني طبيب اسنان. هل طبيب اسنان فحص اسنانك دي جملة معلوم مش مجهول. وبالتالي مش هدور على verb to be وتصريف التالت. انا هدور على جملة معلوم في الماضي. بقى هبدأ بدد عادي. والوحيدة اللي فيها did the dentist check. ماضي. ما هو في استر دي. انا عايز ماضي. سؤال في الماضي بقى بيبدأ بدد. معلوم. مش مجهول. مش كده. number 12. 12. not the baby when I found. هو انت كنت بتطعم البيبي لما انا اتصلت. البيبي هنا موجود في موضع او في مكان المفعول به. انت فاهمني? هو انت اللي كنت بتأكل. في فاعل في السؤال اللي هو يو انت. وفي الفاعل اللي هو فيه يعني يطعم. والبيبي المفعول به. يبقى الجملة مترتبة بترتبة الطبيعي مش مجهول ولا حاجة. وبناء عليه طالما الجملة مش مجهول ولا حاجة. يبقى انا هاسأل سؤال عادي. هبدأ بوز قوير في اول الكلام. وبعدين الفاعل اللي هو يو. وبعدين الفاعل زي اي جي. وما فيش بينج ولا حاجة خالص. ما فيش برب تو بي يعني. يبقى انا هاستبعد number a و سي وهفكر يا ترى هي بي. سوري استبعد a و سي وهفكر يا ترى هي بي ولا دي. طيب. have you fed ما تنفعش مع وين عندما. لان وين عندما ما بتجيش مع زمن المضارع التام في الجملة كده. وبعدها ماضي ما ينفعش المضارع التام ثم ماضي. طب الحل ايه? الحل هنا يبقى where you feeding. هل كنت بتطعم البيبي لما انا اتصلته ده قبل وين ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. number 13. نقط. when i found. لما انا اتصلت. هل البيبي كان بيطعم? عرفت ازاي انه ما من المجولة مستر. لانه هو في السؤال بادئ ب the baby. في number a. او was the baby. في number c. او b. لقي was the baby برضو. و number d. has the baby. يبقى baby هنا اللي جاي بعد الفعل المساعدة على طول. يعني baby هي اللي جاي في الاول. يبقى هنا المفعول بي يجاي في الاول. واكيد البيبي ما بيأكلش حد. حضرتك دايما البيبي بيستخدم في المجهول. لان البيبي دايما هما احنا بيأكلوه بيأكلوه اه بيلبسوه بيحموه دايما بيستخدموه في المجهول يعني. اوكي باختوقهم يعني. فبالتالي انا هنا بفكر البيبي هنا مجهولي. هل بيبي كان بيطعم عندما انا اتصلت؟ خلي بالك انت عندك وين وبعدها ماضي مش كده وين اي فوند. شايفها? اهي. هشاولك عليها. وين? وين ايفوند. في نمبر ثيرتين. وين ايفوند وين وبعدها ماضي بسيطة انا عايز قبلها ايه? عايز قبلها ماضي مستمر. يبقى انا عايز مجهول اه. وعايز ماضي مستمر اه. طب الماضي المستمر في المجهول عبارة عن ايه? عبارة عن نمبر سي. وبعدين المفعول به. وبعدين اه بينج والتصريف التالت يبقى اه واز. the baby. being fed. هل البيبي كان بيطعم? كان بيتأكلوه? عندما انا اتصلت? يبقى نمبر سي هي الاجابة الصحيحة في ثيرتين. نقطة the final exam yet. يت طبعا انت عارف ان يت بتيجي في اخر جملة المنفية او اخر السؤال في زمن المضارعة التام. يعني اما جملة المنفة في المضارعة التام. وطبعا انت شايف ان فيه question mark في الاخر يبقى ده سؤال في زمن المضارعة التام. سؤال في زمن المضارعة التام يبقى المفروض بدء بhave او هاز في اول الكلام. عشان يبقى سؤال هل يبقى مبدأيا الاختيار هيبقى مابين C و D. من قبل ما ارى الجملة والقبل ما ارى الاختيارات. يبقى 알았어 كده بس ان انا افكر يا ترى مين فيهم. تمام. ها شي بين بازد ولا ها شي بازد على طول. باز يعني انجح. مش هي يعني هي. هي بتنجح. يبقى معلوم. مش مجهول. يبقى مفيش بين. يبقى هستبعد بين. وهختار دي ها شي بازد. هل نكحت? هل نكحت? مفيش مجهول. نكحت. هي نكحت. معلوم معادي جدا. النبر دي. خمست عشر خمس عمل حقيقة. نكحت . هنا ح thighs سؤال في الماضي في المضارع التام بس الراجل بيضع لك the physical exam. اللي متحان. يبقى اللي متحان تنجح فيه. انت معيني كيف؟ يبقى مجهول. لان اللي متحان ما بينجحش. اللي متحان بيتنجح فيه. يبقى هنا انا عايز مجهول. طيب الراجل اللي اضعت هي весь الكلام. بفضلي بس ان يبقى مجهول في المضارع التام. المجهول في المدارقة التامة عبارة عن هاف أو هاز والراجل حاطت هاز الحمد لله مشكورا عايز بقى بين والتصريف التالت اللي هي نمبر سي هاز زفاينل ايجزام بين بازد نمبر سي سكستين ستاشر هاد ذا ايل ان يور كار نوات بيفور يستطف فور اليكزاندريا هل الزيت اللي في عربيتك تم فحصه قبل ما تتنطلق في رحلتك لسكندرية طيب الزيت بيفحص حاجة لا الزيت بيفحص يبقى عايز مجهول المجهول في الماضي التام اللي بدئ بهات يبقى أنا عايز بعد هاد بين والتصريف التالت يبقى برضو نمبر اي بين برضو أصد ببردو دين هي يعني فيها بين تمام بين تشكد نمبر اي سبنتين سبعتاشر نوات زا ايل ان يور كار بيفور يو سيتوف فور اليكزاندريا هنا بقى حطت ايل الزيت في مكان المفعول به لانه بيقول لك هل انت حطت في كل الجمل انت هل انت فحصت الزيت يبقى هنا ايل الزيت جاي ورا اخر الجملة بعد الفاعل ثم المفعول فبالتالي هنا جملة معلوم مش مجهول ليه لانه لو مجهول كان يبقى الزيت في الاول قبل الفعل انما هنا الزيت جاي بعد الفعل يبقى هنا هل الزيت تم فحصه اوكي طيب انا عايز سؤال معلوم اوكي هل انت فحص الزيت عايز سؤال معلوم فبالتالي هستخدم نمبر بي لان هي المعلوم هاد يو تشكد هاد يو تشكد تمنتاشر الاولاد went to bed راحوا السرير after their homework بعد ما الواجب التعمل الواجب ما بيعملش الواجب بيتعمل يبقى انا عايز مبني للمجهول بس في زمن ايه انا عندي after after وبعدين after المفروض ماضي تام فطبعا انا عايز مجهول في الماضي التام هيبقى هاد بين دون اللي هي نمبر دي هاد بين دون ناينتين تسعة عشر the boys الاولاد went to bed راحوا يناموا ودخلوا السرير after they not homework بعد ما هم خلي بالك بقى after هنا بعدها ايه after هنا بعدها they هم اللي عمل الواجب بقى مش الواجب لو بسط على رقم 18 هتلاقي after بعدها الواجب فهنا اقول الواجب تعمل مجهول يبقى فيها هاد بين والتصريف التالت انما ناينتين تسعة عشر after they بعد ما هم انا عندي الفاعل هنا وعايز اقول هم عمل الواجب طبعا افتر بعدها ماضي تام والماضي التام في المعلومة يبقى عن هاد والتصريف التالت يبقى number c هاد done number 20 while not in the clinic my baby was crying while بينما بيجي بعدها الفاعل زا اين جي بطبيعة الحال اوكي فانا هنا عايز احط الفاعل زا اين جي اوكي while بينما انا كنت في العيادة البابي او بينما هو كان بيفحص في العيادة بينما كان بيفحص في العيادة البابي was crying عرفت منين ان هو بيفحص لان البابي ما بيفحصش هو كاتب زا بابي اوكي او my baby فبالتالي البي ما بيفحص عايزين نقول ايه بينما هو كان بيفحص كان بعيط فالبي ما بيفحصش فهنقول يفحص مبني المجهول طب انا عايز المجهول بقى اللي هيجي بعده while انت قلت لنا اللي بعده while الفاعل زا اين جي انا قلت لك الحلقة في الموقف ده هيبقى being والتصريف التالت اوكي في المجهول في الموقف ده اللي هو بعد while اللي هو مفيش فاعل انا عايز مفروض بعد القادة العادية في المعلوم while بعدها انت جي طب انا دلوقتي مجهول مش معلوم يبقى انا عايز while being والتصريف التالت بينما يفحص you يفحص بينما هو كان يفحص يبقى while being examined number b اوكي طب 21 while while my baby هنا بقى baby جاي فين بعد الفعل في مكان المفعول يبقى بينما الدكتور كان بيفحص فاهمني بس هو مش كاتب الدكتور لانه بعد while مفيش فاعل هنا فهنا هحط الفعل زي جي على طول while examining طب مهلا هو كاتب الدكتور فين بص كامل الجملة كده while examining is a baby بينما كان بيفحص ال baby انزا في العيادة بصراحة الدكتور كان صبور بينما كان بيفحص ال baby الدكتور كان صبور يبقى هنا while examining ما فيش فاعل فبعد while بحط الفعل زي جي مباشرة طيب كمان يا حبيبي بييجي بعدها الفعل زي جي طالما ما ما فيش فاعل هقول كمان طالما ما فيش فاعل بعدهم يبقى بعدهم بينما بينما ايه العربية او انا هنا قبل سوري مش بيفور يعني قبل مش بينما قبل ما اعمل ايه في العربية قبل ما اخس العربية العربية اتصلاحت طيب انا هسأل سؤال العربية هنا زي my car هنا طبعا شايفها قبل الكومة شايفها اهي هتلاقي هنا هنا في كومة اوكي شايفها وقبلها my car تمام طيب before not my car my car جاية قبل الكومة يعني في اخر الجملة. يبقى جاية في موضع المفعول به. يبقى انا هنا العربية مش هي اللي جاية في الاول عشان اقول ليه العربية بتتغسل. انا لأ بينما اخس العربية عادي. انا اخس العربية بس طبعا انا مش موجودة لان ما فيش فاعل بعد فاقول بعد اين جي مباشرة معلوم مش مجهول خالص فيبقى قبل ما اغسل انا العربية اتصلحت. دي كانت نمبر توينتي تو. طب توينتي ثري بقى. قبل ما يحصل لها كزا. قبل ما تتغسل. العربية اتفحصت. اتصلحت. يبقى هنا قبل ما العربية تتغسل. اتصلحت. يبقى هنا العربية بالنسبة لي هنا مجهول. العربية مفعول به وبالتالي مجهول. يبقى انا عايز تصريف التالي. عايز مجهول. طب هنا المفروض مسترحاتم قالني في الموقف ده بيجي بعدها اين جي. اه في الموقف ده لما فيش بفيش بعدها فعل بعدها اين جي مباشرة. بس لانه مجهول فهيبقى اقول بيفور بيينج ان هي نمبر بي. والتصريف التالت اللي هي واجب. بيفور بيينج واجد. قبل ما تتغسل العربية. توينتي فور اربعة وعشرين. as soon as the email not we received a replay. قبل ما الايميل يتبعت. طبعا الايميل حضرتك ما بيبعتش حد. الايميل بيتبعت. اوكي? طيب. اه يبقى انا عايز مجهول. بس في زمن ايه? بعد as and as بيجي الماضي التام. صح كده? يبقى انا عايز ماضي تام في المجهول اللي هو had been والتصريف التالت. number d had been sent. تمام? عشان الايميل ما بيبعتش بيتبعت. وفي نفس الوقت انا عندي as and as في اول الكلام بعدها ماضي تام. فانعايز ماضي تام مجهول له had been والتصريف التالت. number d. as soon as المفروض هنا بعد as soon as هيبقى فيه we. نقط هنا. يعني فيه we هنا مفقودة. المفروض تكون مكتوبة يعني. دي خطأ بس ربما يكون خطأ مطبعي. as soon as we not the email we received a replay. بمجرد ان احنا بعتنا الايميل استلمنا الرد. طبعا. as soon as هنا الايميل هنا جاي مفعول به بعد الفعل. انا قلت لك لما يبقى الحاجة جاية بعد الفعل يبقى ده مفعول. وطالما مفعول يبقى ما فيش مشكلة. انا ما عنديش الايميل. انا مش اقول الايميل اتبعت. انا اقول انا او احنا بعتنا الايميل. وبالتالي هيبقى معلوم مش مجهول. وبالتالي هنخليها زمن ماضي تام عادي. لان طبعا as soon as بيجي بعدها ماضي بمجرد ان احنا ارسلنا الايميل استلمنا الرد. المريض نعدته للمستشفى في سيارة اسعاف. المريض اخذ للمستشفى. لانه طبعا المبني مجهول في الحالة دي هيبقى وتصريف التالت طبعا ماضي فيبقى وتصريف التالت فاقول واز تاكن. او هتختار واز تاكن. انا عايز تصريف تالت. انا عايز زائد التصريف التالت فاختار نمبر دي واز تاكن. سبعة وعشرين. بعض الشباب الصغيرين. بيتم عمل الحوار معهم او لقاء معهم بيتعمل لهم مقابلات. اه علشان الوظيفة في هذه اللحظة. طيب الشباب هنا مش هما اللي بيعملوا المقابلات. بيتعمل معهم مقابلات. اوكي مجهول. بس في زمن ايه? كلمة بتعرفك ان انا في زمن الماضي المستمر. سوري المضارح المستمر. المضارح المستمر. لأ انا شايف. يبقى في الماضي المستمر. يبقى هتبقى number b. were being interviewed. اوكي. number 28. some of the young men not for the new job didn't have the needed qualifications. بعض الشباب اللي كان بيتعمل معاهم اللقاءات. ما كانش عندهم المؤهلات المطلوبة. ركز اوه في الجملة دي لانها مهمة جدا. الجملة دي بتربط لك بين قعدتين بالمناسبة. قعدة الوحدة الرابعة اللي هي دمائر الوصل. وقعدة المجهول. ماشي? لو انت ركزت معايا في الحلقة اللي شرحت فيها دمائر الوصل. ولو انت ركزت معايا في الحلقة اللي حليت فيها اسئلة دمائر الوصل. هتعرف ازاي هتيجي ازاي دي الجملة دي. بس انا هشرح حلقة تانية دلوقتي. هنا بيقول بعض الشباب اللي اتعامل معاهم اللقاءات. اوكي? number 28 28. some of the young men اللي اتعامل معهم الحوارات. اللي اتعاملت معهم المؤهلات. للوظيف ما كانوش عندهم المؤهلات المطلوبة. طيب. بعض الشباب الذين اللي. الذي. مش كده. كويس. يبقى مفروض في هنا دمائر الوصل اللي هو هو. ركز معايا قوي. سيبك من الاختيارات. وبعده هو هيبقى التعامل معهم اللقاء. اللي هي تصريف التالي. يبقى. عشان هما جامع. وهو. 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 يبقى انت لو بتكتب معايا كده هتلاقي الجملة دي المفروض. منطقيا هتبقى. some of the young men. وهو. وهو. بعض الشباب الذين تمت مقابلتهم. التعامل معهم اللقاءات. طبعا انا شرحت لك قبل كده. قلتلك ان لو ضمير الوصل اللي هو هو. او ويتش. ضمير الوصل اللي عموما. لو جيه بعده. مجهول. اللي هو والتصريف التالت. متاح لك ساعتها انك تشيل. هو. مع الاتنين مع بعض يتشاله. يتحسفه. ويتبقى لك بس التصريف التالت. وتبقى صح. او. وتبقى صح. يعني تبقى some of the young men. interviewed بس. اللي هي number a. ايوة. تبقى صح. يبقى تاني. لو ضمير الوصل. جيه بعده. verb to be. لاي سبب ان كان يعني. اذا كان مستمر. او. 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 مبني مجهول. اذا كان مستمر. او. اذا كان مستمر. او. 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 ا. او. زائد. وفي الحالة دي. بنشيل verb to be. مع ضمير الوصل. وبتخلي. او. او لو مجهول. بيبقى فيه. اللي هو او. او. وبعدها. تصريف التالت. ففي الحالة دي بتشيل. او. مع ضمير الوصل. بتحزفهم الاتنين. وبتخلي تصريف التالت بس. المهم. ان هنا. هنا. هنتخيل مع بعض. انه كان فيه ضمير الوصل. وكان فيه. وعندما هل هي وير طبعا عشان جمع وبعدين فاحنا حزفنا وخلينا فاتبع الإجابة الصحيحة نمبر A. 29 29 بعض الطعام تم طهيو الطبخ مجهول يا حبيبي. الطبخ ماشي. فيبقى أنا عايز وبالتصريف الثالث. طب نمسترد بس نمبر C فيها وبالتصريف الثالث اللي هي واز. ونمبر D فيها وبالتصريف الثالث. أختار مين؟ حبيبي في ود الطعام لا يعد وكل شيء لا يعد يعمل معاملة المفرد وبالتالي يختار واز بتاعة المفرد نمبر C. 30 30 The children للأطفال. إزاي يجاوبوا على الأسئلة. يبقى الأطفال كانوا بيتعلموا. طب هما الأطفال. أولا الفعل عندنا في الاختيارات تيتش وتوتو كده اللي هو يعلم أو يدرس. مش كده. الأطفال بيدرسوا لحد حاجة. لا بيدرس ليهم. بيعلم ليهم. يبقى الأطفال كانوا بيعلموا. كانوا بيدرس لهم. إزاي يجاوبوا على الأسئلة. يبقى هنا أنا عايز مجهول. يعني عايز تصريف الثالث. والوحيدة اللي موجودة هنا اللي هي تصريف الثالث. طبعا أنا لو كنت كان فيه اختيارات تانية وفيها تصريف الثالث. يمكن سي فيها فير بيتو بي. رقم سي اللي هي وير فيها فير بيتو بي. بس ما فيش تصريف الثالث. فبالتالي اختيار المناسب الوحيد نمبر دي. خليك معايا ثانية واحدة. ثلاثة واحدة وثلاثين. بينما كنا بالخارج. وإحنا برا في الهوليدي في الأجازة. شقتنا حوائط الشقة بتاعتنا نقط. وتمت أعادة دهانها. الحوائط أكيد طبعا مش بتصلى حد ولكن بتتصلح. مجهول يعني. فانا عايز مبني المجهول. طبعا المبني المجهول هو تصريف الثالث. فانا هختار تصريف الثالث. بس انا عندي نمبر اي وصي فيهم وتصريف الثالث. كويس. هنا بقى لو بصيت كويس جدا على الجملة هنقول بعد بعد بيجي المفروض ماضي مستمر. او هنا في الجملة معناها احنا كنا فيه. وطبعا ما ينفعش اقول كنا في زمن ماضي مستمر لناس اللي فاهمة كويس. ان فعلي يكون من الأفعال اللي ما تجيش مستمر فعلي يكون ويملك وأفعال الإدراك والحواس والشعور لا تأتي مستمر. فكلمة يكون اللي هي where احنا كنا برا. احنا كنا برا في الأجازة دي مش هينفع تيجي المستمر. فالمهم ان بعد وي الماضي مستمر ما حصلش هنا بس غزبا عننا يعني. وبعدها ماضي بسيط مش مدارع خالص. يبقى الماضي هنا المجهول في الماضي اللي هو number c were rebeard. 32 32 شي نوعة check-in for lunch. هي اكلت ال check-in على الغداء. معلوم مش مجهول ما فيش اي مجهول في الموضوعية. انا مش عايز لا تصريف تالت. انا عايز فعل عادي. فبالتالي هاستبعد كل مبني مجهول اللي هو بي و سي و دي. وهخلي بس اكلت اللي هي number a هي اكلت الفراخ. على الغداء. هنوشف. 33 33 the floor not before returning the chain that shares to their places. اه اه الارض اتكنست قبل ما نرجع الكراسي لاماكنها. طيب. اه سؤال بسيط جدا. هي الارض بتكنس؟ لا. بتتكنس. يبقى مجهول. يبقى انا هستبعد اي حاجة معلوم وهيخلي المجهول. بس ده اللي عندي ثلاثة مجهول. verb to be والتصريف التالت موجودة في بي و سي و دي. كويس. يبقى القاعدة بقى بتقول ايه. before. before. قبلها المفروض ماضي تام. اللي هو had been swept. اللي هي number d. had been والتصريف التالت. number d. 34. I not a shower when you want. لما انت تصلت. that's why. وده ليه. وده السبب يعني. ده المبرر. ان I didn't answer your call. ان انا معرفش ارد على تليفونك. انا كنت باخد الشاور. طيب ده معلوم. مش مجهول. اوكي. يعني انا اللي كنت باخد الشاور. معلوم. مش مجهول. وبالتالي مفيش verb to be وتصريف التالت. بس عايز اعرف. انا في زمن ايه. طبعا. وين في النص. بعدها ماضي بسيط. وقبلها ماضي مستمر. انا كنت مستمر في الشاور. لما انت اتصلته عشان كده معرفش ارد عليك. فانعايز ماضي مستمر. لو ا was aware. والفعل زي جي. يبقى number a was taking. 35. 35. the boy not a white shirt is my son. الولد اللي لابس تي شيرت الاميس الابيض ده ابني. كويس. المفروض منطقيا. الجملة دي بتقول الولد اللي او اللذي. فالمفروض فيه هو. انا متهيقلي فيه حد فيكم بدأ يفهم انا قلت ايه. اللي كان متعبع معايا من شوية هيفهم. الولد اللذي يرتدي. بس هنا معلوم مش مجهول. الولد بي لابس ماشي لابس. the boy who المفروض هقول the boy who is wearing. الولد الذي يرتدي. ماشي. بس طبعا علشان لو هو ممكن لو هو جه بعدها is او are او was aware او ايفر بتو بي يعني. لو هو ضمير الوصل جه بعدها is او are او was aware. ممكن احذف هو مع ضمير مع is او are او was aware. يعني احذف ضمير الوصل مع فربي تو بي. يبقى انا هحذف هو و is وهخلي ويرينج بس. فيبقى the boy ويرينج اللي هي number c. the boy ويرينج الولد اللي لابس. هي كانت هو و is ويرينج بس انا حذفت هو و is وخليتها ويرينج بس. ترتي سيكس. the white shirt الاميص الابيض not by my son is pure cotton. قطن نقي. يبقى الاميص الابيض اللي ملبوس. فهنا طبعا مفروض ان عندي ضمير وصل اللي هو which. وبعدها verb to be اللي هو is او are. وبعدين تصريف التالت warn. لان ملبوس. ما بني مجهول يعني. فطبعا عشان which جي بعدها is. ممكن احذف الاتنين. فهتبقى تشيل which is وهتقول the white shirt to warn على طول التصريف التالت number b. having not my room is it locked wider. having لما بتيجي في اول كلام بيجي بعدها تصريف التالت. اوكي? خلي بالك من الموضوع ده ده في المعلوم بس. having لو في اول الكلام. هيجي بعدها تصريف التالت ده في المعلوم بس. انما هلبقى لها قاعدة تانية في المجهولة هولا لك حالا. هنا يا ترى معلوم ولا مجهول? having النقط ميروم. طبعا تايد يعني يرتب. وطبعا ميروم. يعني الغرفة. انا رتبت الغرفة. الغرفة هنا مجهول. بعد. بصي يا حبا. سوري. مفعول به. طالما مفعول به. جاي بعد النقط. يبقى جاي بعد الفعل. يبقى الجملة ده معلوم. اركز قوي. لما يبقى المفعول به. جاي بعد النقط. يبقى ده جملة عادية جدا معلوم. مفيش مشكلة. يبقى having هنا. بيجي بعدها تصريف التالت. يبقى having tidied. بعد ما انا رتبت القوضة. it locked wider. بدأ عليها ان هي اوسع. طيب. الجملة اللي بعدها. اللي هي number 38. 38. 38 بتقول. having not. بعد ما ايه? my room locked wider. القوضة بدأ عليها ان هي اوسع. بعد ما ترتبت. القوضة هنا اترتبت. اوكي? فهنا مجهول. مش معلوم. في المجهول بقى مش هينفعك اكتب having وتصريف التلاتة لطول. في المجهول في الموقف ده بتاع having اللي في اول الكلام اكتبها كنوت عندك. يبقى لو having في اول الكلام. والجملة معلوم هي بهافنج وتصريف التالت. لو having في اول الكلام. والجملة مجهول بهافنج بين والتصريف التالت. وبالتالي اختار number b. been tidied. اوكي? اللي هي دي. number b. 39 39. not was punished for being late for school. انا اتعقبت على اني رحت للمدرسة متأخر. اني وصلت للمدرسة متأخر. لما هنا هبدأ بانا في اول الكلام. احط ضمير ايه? ضمير فاعل. طب بس انا اتعقبت انا المفعول بس ما ينفعش احط مفعول به في اول الكلام. ما ينفعش ضمير مفعول في اول الكلام. وبالتالي احط ضمير فاعل عادي جدا اللي هو number d. انا. i. i was punished. انا اتعقبت عشان موجودها في اول الكلام. لو عايز تقول انا في اخر الكلام اقول me. لكن انا في اول الكلام. حتى ولو هي مكان المفعول اللي يسموها نائب فاعل. انا هتكتب ايضا. number 40. what not to your hand? has it been broken? ماذا حدث ليدك؟ هل اتكسرت؟ هنا هقول ماذا حدث ولا ماذا حدثة؟ اي حدثة دي مفيش حدث مع حدثة. يبقى ماذا حدث؟ يبقى معلوم مش مجهول. اه معلوم. يبقى هنا هقول what has happened عادي. مش مفيش بين ولا حاجة. مش هدور على تصريف التالت. يعني انا هقول ماذا حدث? what has happened? ايه اللي حصل. يبقى number c. 41. while watching. انا قلت لك ان بعده while لو ما فيش فعل يبقى بعدها ing. while watching زي فيلم. وانا بشوف الفيلم. we not a lot. واحنا بنشوف الفيلم. احنا تحكنا كتير. احنا تحكنا اه? احنا لا تحكنا معلوم. يبقى we loved. مش كده. we loved اللي هي معلومة. احنا تحكنا. number a. loved. ضحكنا. مش مجهول ولا حاجة. مش بارب تصريف تالت. يعني. وعشان بعد while ماضي مستمر. اصلا ماضي. بسيط. loved. number 42. after the car accident. بعد حدثة العربية. هي نقط. انا قلت الاجابة. هي was taken to hospital. هو اتاخذ على المستشفى. اكيد طبعا انا قلت انه اه في اول الجملة. ودي طبعا في اول الجملة بعد الكومة اللي انت شايفها دي. في اول الجملة هنا. اه في كومة طبعا. وبعدها نقط ينبقى هنا اول الكلام. وانا هحط ايه في اول الكلام? حط ضمير فاعل. ضمير فاعل اللي هو هو هي. طبعا هتقول لي بس ده هو اتاخذ على المستشفى. اخذ على المستشفى. بس موجود في اول الكلام. لانه بيئة مجهول. فبالتالي ما ينفعش ابدأ الجملة بضمير مفعول. فبالتالي لازم احط ضمير فاعل. اللي هو number B. وبكده يا شباب بيكون حلقة النهاردة خلصت. يا رب بيكون المحتوى اللي احنا قدمناه عجبكم. يا رب ان شاء الله اكون دايما عند حصن اظنوكم. شكرا على كل الكومنتس الحلوة اللي تكتبوها. ما تنسوش اشوف تعليقاتكم وكومنتاتكم ولايكاتكم. ان شاء الله على الفيديو. تنسوش تشايرول اصحابكم. اشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء. اشتركوا في القناة